اللهم إنا نرى قيام الكل بك ونشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الفرض الصمت اللهم افتح بصائرنا ونور قلوبنا وألهمنا برهاننا وأورثنا أمنا وأمانا واشفنا من كل داء واصرف عنا سوء بما شئت وأن شئت يا رب العالمين اللهم آمين هو العالم ابن العالم حامل لواء المذهب الشافعي ونصير المذهب الأشعري ضد منتقديه هو صاحب منهج بحثي وتجديدي فريد في التراث الإسلامي هو الإمام تاج الدين السبكي في مصر أرض المجددين يتمثل مشروع عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي المشهور بتاج الدين في أنه كان أبدع وأوسع من كتب في الطبقات طبقات الشافعية كتب في الفقه والأصول والقواعد والنحو وكان همه الأكبر إصلاح المجتمع بالتدريس والقضاء والإفتاء إلا أنه ألف كتاباً لا مثيل له معيد النعم ومبيض النقم في المهن المختلفة وآدابها وما ينبغي على كل صاحب المهنة من شروط وأحوال رحم الله تاج الدين رحمة واسعة فضيلة الأساس الدكتور علي جمعة أهلاً وسهلاً بفضيلاتكم أهلاً مرحباً بكم أهلاً بكم فالدكتور لو تحدثنا عن شاخ الإسلام تاج الدين السبكي عالم من الأعلام فماذا يقول فالدكتور عن مشروعه التجديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكافي السبكي هو ابن تقي الدين السبكي المولود في سبك المصر هنا في المنوفية سبك الأحد وسبك الأويضات وكذا إلى آخر في السبك فهو منسوب إلى سبك هذه القرية وهو تربى في الشام لأن أباه تقي الدين هاجر إلى الشام ولد عبد الوهاب الشهير بتاج الدين ابن تقي الدين تاج الدين السبكي ولد سنة 727 يعني ابن تيمية مات بعده بسنة 728 لأنه كان فيه أحداث كثيرة ما بين أبيه تقي الدين وما بين ابن تيمية لما تولد تاج الدين كان يعني لما مات ابن تيمية كان تاج الدين عنده سنة تاج الدين تعلم على يد الإمام الذهبي الإمام الذهبي ده كان عالم كبير جدا وفريد ولكنه أيضا تعلم على أبيه اللي مات سنة 756 اللي هو تقي الدين لكن عبد الوهاب مات صغيرا وأنتج في هذا العمر القليل الكثير من الكتب ومن المشاريع التجديدية كما سنر مات 771 يعني عنده 44 سنة ف44 سنة ده يعني كهل هو لسه ما دخلش في دور الشيخوخة أو في دور يعني الهرم الهرم أو كده إلى أخير مارضة فمات شوف ربنا نجاه من طاود 749 اللي هو الوباء الأسود الكبير لكن سبحان الله أجل جه فيه 771 وهو عنده 44 سنة الرجل ده عمل لنا حاجة يعني ولد بها علما جديدا وهو معرفة تاريخ المذاهب من خلال علماء وهو مؤلف الكتاب المات الكبير في الطبقات الشافعية ومن خلال هذا لما نقرأ ما كتبه هو لا يقتصر على أن متى ولد هذا الإمام ومتى ما مات من تلمذته من أساتذته ما كتبه ما رحلته في طلب العلم لا لا يكتفي بهذا بل يأتي ببعض المسائل التي تفرد بها أو ببعض المسائل التي كانت محلا للنقاش والإضافة وكذا أو بعض المسائل التي تعد من الأفكار الجديدة وهكذا الكتابة بهذه الطريقة في باب التراجم أو باب التاريخ الأفراد هي كتابة تجديدية نافعة لأنها نفعتنا بقى الغاية النهاردة الغاية النهاردة هناك مسائل علمية عجيبة نأخذها من طبقات الشفعية أين توجد هذه المسألة هذه المسألة نقرأ كتب الفقه لا نجدها نقرأ كتب التاريخ لا نجدها نقرأ كتب العقائد لا نجدها فمن أين هذه المسألة أمني لقيها موجودة في طبقات الشفعية وإذا ده بيعمل لي حاجة وهو إنه بيبني لبنة من مشاريعنا التجديدية وبينقل المسلمين نقلة حضارية نقلة تجديدية إلى الأمان بيخطو بي خطوة حيث إنه أضاف إلي ما لم يكن أدي دي طبقات الشفعية وفيها من علوم الكلام ومن علوم المنطق ومن علوم اللغة ومن علوم الفقه ومن علوم الأصول ومن علوم شتى منها الأخلاق وكذا ما الله به يعلم كله ده فعلاه الولد الصغير ابن طقي الدين اللي هو تاج الدين السبكي عبد الوهاب ابن علي ابن عبد الكفر الفريد بحرق يعني تفضلت واستخدمت لفظة الولد يعني تصغيراً في السن في البدايات لا علشان إحنا لدينا الولد وعندنا الأب مظبور أيها الولد والأب والأب والإتنين من كبار كبار العلماء صحيح تقي الدين وتاج الدين عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه كان تتلمذة يعني تماماً عن طريق الذهب لكنه كان إماماً للأشعرية فلم يتوانى إطلاقاً وده بيعلم الناس وده ما هواش موجود كتير لم يتوانى أن مع مزيد الاحترام لأستاذنا وشيخنا ومعلمنا الذهب أن ينتقده وأن يرد عليه وأن يحذر منه لأن الذهب يجي عند علماء أصول الأشعر ويعني يتهون بهم وهو بيترجم في سير أعلام النبلاء ولو هو بيعمل كده يتكلم يعني بطريقة تخليك تقول يعني الشخص ده غير مرغوف فيه على الإمام الراضي أو على الإمام الجويني أو على ابن فورك أو مثلاً على أبي الحسن الأشعاري نفسه وهكذا علمنا أنه لا إحنا ما يهمناش أنه ده ومش هينتقص ذلك من أنه أستاذ وكبير وعالم ومحترم وأستاذي إنما إحذر من النقطة دي حكم لما يكون دقيق يعني على علماء الشعر يعني على حد من قال من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط يعني كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الشريف كما قال الإمام مالك في مثلي هذا إذن أنا أمام شخص بيعلم الناس كيف تكون أن الحق حق أن يتبع وأن الحق فوق الريال بالرغم من حبه وملازمته وتعلمه من الإمام الذهبي إلا أنه انتقده وبيّن جهة الانتقاد الإمام الذهبي كان على مذهب ابن تيمية وكان تقي الدين أبو التاج ضد ابن تيمية والجمهور جمهور العلماء في العالم الإسلامي كان ضد ابن تيمية فيما ذهب إليه فهو نصر الأشاعرة ونصر الأشاعرة حتى في المسائل الدقيقة تجدها أنه ذكرها في كتابه الطبقات أساسا فضلتك نكمل الحديث عن الإمام تاج الدين السبكي بعد الفاصل إن شاء الله أكيد في أسئلة كثير في هذا الإطار شكرا جزيلا لحضرتك أرجوكم خليكم معنا موسيقى 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 قرية العلماء سبك الأحد ترجع شهرتها بالعلم كونها شهدت مولد واحد من أشهر فقهاء عصره هو الإمام تاج الدين السبكي ابن الإمام تقي الدين السبكي اللذان سمي بهذا الاسم نسبة لها هذه القرية الطيبة تقع بمركز أشمون بمحافظة المنوفية يتفاخر أهلها بأنها أخرجت عالما إسلاميا جليلا كالإمام تاج الدين السبكي وبأن مساهمات قريتهم لم تقتصر على العلم فقط بل قدمت للوطن الكثير من الشهداء خلال الحروب التي خاضتها مصر وكان من آخرها الحرم ضد الإرهاب فالدولة كذلك لم تغفل عن هذه القرية البسيطة فأياد مبادرة حياة كريمة طالتها من خلال العديد من عمليات التطوير وإعادة البناء لمنشآت القرية كان منها إنشاء مركز للخدمات الزراعية ومركز لخدمات المواطنين بالإضافة لتبتين الترع داخل القرية فالدكتور أهلا وسهلا بحضر الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم بنستكمل حديث حول المجدد الكبير الإمام تاج الدين السبكي وموقفه من أستاذ الشيخ الذهبي وموقفه من الأشعار طيب عايز أسأل حضرتك وتعليقك على هذه الجملة يعني لا يحل اللي مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتمد على أقوال الزهبي في الحط من قدر الأشعارة يعني إلى هذه الدرجة زهب في الصدام مع أستاذ الشيخ الزهبي السؤال التاني الحقيقة برضو متعلق بفكرة الأشعارة لماذا تبنى الأظهر الفكر الأشعاري رغم يعني هذا مش عايز أقول الضجيج يعني أخليها الضجيج لأن كما وصف الإمام تاج الدين أن هذا الإمام التقي النقي العالم الذي نصر السنة والدين الأشعاري هو كده مشروع الأشعاري وهو مائد سنة تلتمية وعشرين يعني في القرن الرابع الهجري مشروع الأشعاري كان مشروعا عجيبا وهو لخصه في كتاب صغير له اسمه استحسان الخوض في علم الكلام وبين فيه أنه ينبغي علينا أن نرد على أي سؤال من أي شخص في العالمين وأن لا نقول هكذا وردت لا تفسير لها هذا ممنوع الصحيح أن احنا نترقى السؤال ونجيب عليه بعقلية السائل حتى يكون الأمر واضحا إلي ويعرف الحقيقة هذا المنهج مهم للاتصال هذا منهج لا يخاف أن يعرض نفسه ويقنع غيره بما هو عليه هذا هو الذي فعله العلماء عندما درسوا الأشعار الأشعار لم يفرضها عليهم أحد لما درسوا القرآن لما درسوا السنة وجدوا هناك نصوصا النصوص من أجل فهمها تستوجب أسئلة أجاب عنها الأشعاري وأتباعه فالأشعاري فعلا كان يمثل رأي أهل السنة والجماعة لا ينكر السنة بل يتمسك بها يفسر الكتاب والسنة من أجل أن يجيب على كل سؤال خطر في بال بشر يتوجه إلينا فده يعطيك ثقة بالنفس ويعطيك معرفة بالحق ويعطيك أداة علمية منضبط فالحقيقة أنه طابوليه الأشاعر طيما لها الروح لمن نروح لمن يرى أن الله هو جسم نروح لمن يشبه الله بخلقه نروح لمن يعارض القرآن والسنة من أول خطوة وللروح لمن فإذا توجه مثل الإمام النووي أو التقي الدين السبكي أو تاج الدين السبكي أو الناس دي كلها توجه علمي رصين وعليه جماهير الأم ابن عساكر يدافع عن الأشاعر ويبين أن كل الأمة أشاعر طب وما لإيه اللي حصل اللي حصل أن هناك أزمة في الفهم في اللغة أزمة في اللغة عند أولئك الذين يقرؤون القرآن قبل أن يتبنوا ما عليه اللغة فأنكروا المجاز بقالوا مفيش مجاز في اللغة طيب كده يبقى هنوصل إلى داعش وإلى إخوتها يعني مفيش مجاز في اللغة في مجاز في اللغة قالوا المجاز ده كذب طيب يبقى أنت مش فاهم لغة خالص محدش علمك لغة فالإمام ابن السبكي وغيره من جماهير 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 الأمة يعلمون هذا ويرون خصائص اللغة خصائص اللغة أنه فيها إضافة وأنه فيها مجاز وأنه فيها بلاغة وأنه فيها مشترك وأنه فيها ترادف وأنه خصائص اللغة خصائص اللغة دي إخوانا التانيين أنكروها أو كأنهم أنكروا أنكروا الاشتراك في حق صفات الله وصفات المخلوقين لا إحنا عندنا بنقول الله قوي وأنا قوي بس ده مشترك قوة الله ده حاجة تانية لا تقارن بقوتي ولا قوتي تقارن بقوة الله ده شيء مختلف لما يسمع كل مؤمن هذا الكلام يقتنع به ده واضح المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ده بيننا وبن بعض مؤمن ومؤمن لكن أنا ورب العالمين مفيش مقارنة أصلاً فخروج رب العالمين من المقارنة لأنه رب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المقلوق والقالق هو ده اللي كان بيدافع عنه أهل السنة والجماعة اللي هما الأشاعرة والماتوريدية فيه الماتوريدية حنفية وبقية الأمة الملكية والشفعية وكذا إلى آخره دول الأشاعرة فالله هو فيه فرق بيننا وبينهم ولا إيه فراح مسك كل مسائل العقيدة الإمام تاج الدين وراح قارنها بين الأشاعرية وكذا لقى أنه فيه 13 مسألة مختلفين من 1500 يعني مساحة الاختلاف قليلة جداً لا تذكر عامل اتفاق لا تذكر الأعجب بقى أنه لقى سبعة منهم خلاف لفظي وستة منهم هما اللي فيهم الخلاف الحقيقي الستة دول يعني هنبدع بعض بقى ونفسق بعض ولا الستة دول ماشيين قال لا ماشيين وراح عملوهم شوية بيوت شاعر يذكر فيهم الثلاثتاشر الستة اللي الخلاف فيهم حقيقي والسابعة اللي الخلاف فيهم لفظي ومش حقيقي الأشاعرة بيقولوا إيه بيقولوا فيه ناس لم يصل إليهم الإسلام بصورة لافتة للنظر فمش مؤمنين بالله إيه اللي بيعبدله حجرة إيه اللي ما بيعبدش خالق مالوش دياني ده ناجي يوم القيامة ولا ما ينجوش يوم القيامة فالأشاعر قال ينجو يوم القيامة مدام لم يصله الأمر والحق بصورة لافتة للنظر بصورة تلفت نظر وكده مش بصورة مشوهة بصورة لافتة للنظر فده ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما بعتلوش حد يعلمه ولذلك هيدخل الجنة فده كلام الأشاعرة اللي احنا ماشيين عليه بظاهر النص وكمان بظاهر النص التانية اللي ما تريدية قالوا لا إيه اللي حكاية وجود الله دي وجود الله دي مفتورة في كل بني آدم فالأشعاري قال له لا يا أبو منصور يا ما تريد هي اللي احنا بنتكلم عليه هو ربنا هيدخلوا جهنم ولا يدخلوا الجنة يعني هو ربنا غضان عليه ولا لا مش انه هو مفتورة أو مش مفتورة ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بعثت ده رسول لا خلاص يبقى من أهل الفترة ويبقى ناجي هذه الكلام الأشاعرة وده خلاف الحقيقي بينه وبين المتوردية اللي بيقولوا احنا مش مستوعبين ده ربنا ده عظيم قوي لدرجة النوع مفتور جوه قلب كل إنسان و لكن رغم كده الآيات صريحة وما كنا معذبين فأدي ده نوع من أنواع الخلافة من الحاجات الستة اللي بينهم الحقيقة ان الإمام تاج الدين السبكي يعني ترك حتى أثرا في المجتمع وكان ليه بصمات اجتماعية كان ليه أولا ألف في كل شيء ألف في الأصول وفي الفقه وفي اللغة وفي الشراء يشرح كتير كتب و الحمد لله أنه عالم ابن عالم و ذهب إلى ربه صغيرا أربع وربعين سنة و الحمد لله رب العالم برك الله فيكم فالدكتور شكرا لكم شكرا لحضرتك و شكرا موصول الله حضرتك إلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة السرقة العلمية و ذلك بالاقتباس من الكتب سواء العربية أو الأجنبية وهي ظاهرة بدأت في الانتشار يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إنه يجب من بركة العلم أن ينسب القول لقائله فلا بد من الإحالة في النقل سواء عن الأجانب أو عن غيرهم والشأن عند المصريين أنهم يبدعون ولا يبتدعون فتقليد الأفكار أمر ينتقص من صاحبه ابتعد عن هذا السلوك لوجه الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توكلت عليك وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم موسيقى